ندوة علمية التنمية السياسية بإيضاح شامل حول أبرز نقاط الدور الرقابي الذي تحتكر آدائه السلطة التشريعية عبر منصة أدوات رصد برلمانية أجازها دستور مملكة البحرين تقف على عمل السلطة التنفيذية وتراقب سير خطواتها لحظة بلحظة الأدوات الرقابية لمنح دستور مملكة البحرين للنواب هي السؤال والاستجواب وطرح الثقة بالوزير وعدم التعامل مع رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى بعد أحوار التوافق الوطني تمت إضافة موافقة على برنامج عمل الحكومة للأربع سنوات القادمة وطرح موضوع عام للمناقشة أدوات الرقابة البرلمانية ورشة عمل استهدفت فكرة ما يزيد على ثلاثين شخصا ممن رغبوا في خوض غمار منافسات الترشح في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة لتضع بين أيديهم مختلف المهام والصلاحيات التشريعية التي ستؤطر عملهم حال الظفر بمقعد برلماني أو بلدي يؤدون عملهم من خلاله كحاملين لصوت هموم واحتياجات المواطن أينما كان لا يمكن أن تكون نائب ناجح فقط أن تقتصر على الجانب التشريعي لأن الجانب التشريعي لن يكون أمام الناس معرفة من هو الذي سنى القانون أو من هو الذي نقح القانون لكن استخدامك أدوات الرقابة مهم جدا خصوصا أمام الرأي العام التعاون بين السلطات ضروري والتعاون بين النائبين اللي هو البلدي والنيابي بعده هو ضروري متكامل لازم يكون فيضه عمل متكامل وهذا اللي راح يسرع عملية الإنجاز الوسائل اللي ممكن أنك أنت تستخدمها كعدوات دستورية ورقابية في مجال تستخدمها بأسلوب شوي ما نقول لكم راقي بحيث أن تقض مضاجع الحكومة والبرلمانيين اللي وياك أو الشوريين أو الوزراء لا يكون فيه ترابط وتعاون شنو ما آخر وصل إليه النواب السابقين في نفس أي مشروع أو أي شغلة مقترحات نيابية برغبة أو بمرسوم بقانون أو أي أن تكون تتكمل عليه أو ممكن تطور منه وفي نفس الوقت الناخبين أو الناس اللي أعطوك ثقتكم نزين لازم بعد تشركهم وياك ما بين الوظائف التشريعية والرقابية والمالية التي يناطو بالمرشح البحريني تأديتها من إبداء الرغبة بقانون معين أو طرح مقترح قانون هام أو سؤال دعي إلى تقديمه أو استجواب وجها لسلطة التنفيذ وربما يأتي التحقيق موائما لإطار موضوع أو قضية شائكة فرضت نفسها على طاولة المساءلة السياسية تبقى منظومة العمل البرلماني كتلة واحدة لا تبتعد عن نقطة الارتكاز التشريعية المثلة التي ينطلق منها المرشحون نحو بناء وتقدم وتثبيت دعائم التنمية المستدامة داخل بناء الدولة البحرينية الدموقراطية المتماسكة لتلفزيون البحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر